لا يستبعد المختصون بالشأن العراقي ترأس نور المالكي وفد الإطار التنسيقي إلى لحنانة في الساعات المقبلة مسذكرا خصوصية أسرة الصدر في عقيدة ومن ارتكازات حسب الدعوة الإسلامية أولا وثانيا دور زعيم الكتلة الصدرية في إدارة التنافس السياسي بقاعدة انتخابية مريحة وينتظر المالك نتائج نهائية والحقيقية لمباحثات رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مع الصدر لرسم بداء الشعية للتوافق السياسي لتسريع إعلان الكتلة الأكبر والذهب إلى جلسة الأحد المقبل بموقف شعي موحد برؤية موحدة عبر لجان تختار رئيس وزراء قوي ببرنامج حكومي واضح تضعه الكتلتان حسب وصف النائب الفائز عن تحالف الفتح أحمد الموسوي الذي لا يختلف مع الرئي السياسي القائل بأن السنة والكرد لا زالوا في دائرة الانسداد السياسي على رئيسي البرلمان وجمهورية والخلاف على نوع الحكومة المقبلة ترجمة نانسي قنقر